يتوقع أن تؤدي العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وأن تفاقم تحديات الاقتصاد الكلي فوكالة مودز للتصنيف الاعتماني ترى بأن جميع الدول الناشئة والفقيرة مكشوفة بشكل كبير لصدمات الغذاء مقارنة بالدول المتقدمة إلا أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا تشكل أكثر المناطق خطراً للتعرض لتلك الصدمات على مستوى العالم مرجحة أن تؤدي ارتفاع الأسعار وأن عدم الأمن الغذائي في تلك الدول على وجه الخصوص إلى زيادة المخاطر الاجتماعية والسياسية وإبطاء خطط العديد من الدول لإجراء إصلاحات في دعم الغذاء لديها خصوصاً في مصر والجزائر وبحسب الوكالة فأن الأردن وموريشيوس ونامبيا تتصدر أكثر الدول عرضة لصدمات أسعار الغذاء فيما وضعت دول ومن بينها الكويت بين الدول الأقل عرضة لصدمات أسعار الغذاء لدعم الحكومة للعديد من السلع وتوقعت مودز أن تشهد الاقتصادات التي تعتمد بشدة على واردات المواد الغذائية لضغوط تضخم شديدة كما توقعت أن تؤثر أسعار المواد الغذائية المرتفعة سلباً في ميزان المدفوعات والماليات الحكومية للعديد من دول المنطقة مما يؤدي إلى تفاقم تحديات الاقتصاد الكلي وأختلالات مالية في الموازنات العامة خالد كبسكا نيوز عربية